اشتركوا في القناة 29 تسعة القمر طبعا انتقل استقر الان في برج الحوت في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يمكث في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 11 و55 دقيقة مساء اي منتصف ليل 28 على 29 في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضربة اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في الحوت فتأثير القمر على كافة الابراج لما بيكون موجود بالحوت على جميع الابراج ابتلعى بالنحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما بننجح بالتركيز على موضوع معين منبدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبال الغرام بغسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعية المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين الزهرة والمريخ رح تكون في تمام الساعة وحدة ودقيقة فجرا فبيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة وبيزيد في اندفاعك وشهوتك وبرضو بحب الملذات والاستمتاع بالحياة اي من الزوايا البطية اللي الها تأثيرات للأيام القادمة كمان تستمرت تقريبا بحدود الاربع ايام اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير وبرضو بساعات الصباح هو انتهاء تراجع زحل في برج الجدي بعد اربع شهور ونص رح ينتهي تراجع زحل في الجدي في تمام الساعة اربع وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا يعود للحركة الامامية من الجديد ولكن تأثيره السلبي رح يستمر حتى صباح يوم اثنين عشرة يعني كمان ثلاث ايام لا ينتهي التأثير السلبي منه طبعا التأثير السلبي مش انه بدي يصير زحل سعيد ويجيب الخير ولمش عارف ايش وهي الكلام اللي نحكى لا هو رح يخفف الاشياء السلبية اللي كان يعملها او اثر علينا في فترة الاربع شهور ونص الماضية اللي هي شعور بالضياع عدم القدرة على تنظيم امورنا الفوضى عمت حياتنا او حياة البعض مننا ضاء لدينا الحسب المسئولية والواجب رغم التزاماتنا وازدياد النفقات المالية مما ادى الاختلال في الميزانية يعني من الان فصاعدا هاي الامور السلبية كلها بتبلش شوي شوي تنتهي يعني تقريبا بنقدر نحكي الى صباح يوم اثنين عشرة بتبلش تنتهي نهائيا وبتصير تأثيرات زحل اللي هي التأثيرات المعروف عنها انه هو المعلم الصارم اللي ما بيمشي اي شيء بسهولة يعني لازم تتعب شوي في بعض المسائل اللي طبعا احنا بنذكرها بالتوقعات اليومية لحديث ما تمشي ولكن الاصعب هي الزاوية اللي رح تتشكل خلال اليوم اللي هي رح تكون بين زحل وبين المريخ رح نذكرها فيما بعد اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر واورانوس رح تكون في تمام الساعة ستة واربع دقائق صباحا وهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك طبعا بتصرفات ايجابية اما بالنسبة للزاوية اللي ذكرناها هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين المريخ وزحل وإلنا فترة احنا منحذر من هاي الزاوية هي تشكل ضياب الفترة والان بتتشكل والكوكب يعني المريخ بيتراجع وزحل رح ينهي ولكن انه برضو منتحس هاي الزاوية رح تكون في تمام الساعة تسعة وتسعة واربعين دقيقة مساء ففي هاي الفترة بتزداد المواجهات والمشاحنات ويمكن ملاحظين في بعض الدول او بعض الاحداث اللي صارت الها علاقة بالمواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف بعديها مشاكل عديدة كمان انه بتزداد العصبية وعليه يجب ان نتمالك اعصابنا ضبط النفس عند التعامل مع الغير وتتجنب المواجهة وبيتفاقم اي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الاخرين اما بالنسبة لدوليا فبتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة وبورصة القيم وبرضه بتتراجع المنتجات الفلاحية واستخراج المعادن احداث يعني ممكن يكون فيه وقوع احداث او حوادث او اضطرابات ومقاطعات خصوصا في امور الها علاقة بالمناجم والمحاجر والمعامل وممكن انه يصير فيه عرق للا امور الها علاقة بالانتاج كمان في هاي الفترة بزيد نفوذ رجال الامن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف وفي هاي الفترة بتزيد شعبية احد الدعاء او رجال الدين طبعا مش بتزيد يعني ايجابية لا هي بتصير فضيحة كبيرة لها علاقة اهم برجل او دعاء او رجال الدين وطبعا شفتوا السخافة والكلام الفاضي اللي طلع بالفترة الماضية اللي شوي يعني رجال الدين تصدروا بتشويه بالدين ونفاق واشي العلاقة بالسلاطين يعني كان اشي مخزي يعني اكيد انه في شهرة لهم صارت برضو بتأثر على المحافظين والمتعصبين يعني برضو المحافظين اللي هي الاحزاب المحافظة اللي هي هاي لها علاقة بالاوروبيين او هي امريكا تحديدا والمتعصبين او ممكن تشهد هاي فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية اما بالنسبة للقمر طبعا القمر في برج الحوت كله المسار القادم رح يكون يوم ثلاثين تسعة رح يكون في تمام الساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة مساء ورح يستمر حتى فجر اليوم التالي اي فجر يوم واحد عشرة تمام الساعة ثنتين وسبعة واربعين دقيقة فجرا لا ينتقل بعديها القمر لبرج الحمل طبعا بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدب الان بلش يتجه للاكتمال ولكن ما اعطى مظاهرفة عشان يكي من تسميه الاحدب اطنع عشر يوم في تمام الساعة ثنتين واربعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بيصبح ثلاث عشر يوم نسبة الاضاءة تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة طبعا هي في العشرية الاولى مزاجها سعيد بنسبة خمسة عشر في المية لانه ما زالت انه زواياها ضعيفة يعني لسه ما شكلت زوايا فعشان هيكي بظل نسبة الحضوض الها خمسة عشر في المية القمر في الحوت حتى يوم واحد عشرة المزاج سعيد بنسبة تصل لثلاثين في المية وممكن اكثر شوي عطارد في العقرب حتى يوم اربعة عشر هو في العشرية الاولى زي ما حكينا منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الاسد حتى يوم اثنين عشرة هي في العشرية الثالثة مزاجها سعيد بنسبة اربعين في المية فالسعودي بتروح للزهرة ولكن ما بتروح للمريخ باثر الزاوية اللي ذكرناها المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة عشر رغم الزاوية الايجابية ما بينه بين الزهرة الا انه زاوية التربيع ضاعفت النحوسة فخلت النحوسة توصل لستين في المية طبعا هو باثر على موليد العشرية الثالثة اكثر شيء المشتري في الجدي حتى يوم تسعة عشر اثناش هو في اخر العشرية الثانية مزاجه سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعة عشر اثناش بعدين رح ينتقل للدلو هو في اخر العشرية الثالثة مزاجه ما زال منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم اربعة عشر واحد هو في اخر العشرية الاولى منتحس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة عشرين احداش هو برضو في اخر العشرية الثانية مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم اربعة عشر هو في العشرية الثالثة مزاجه منتحس لانه شوي بتزيد انتحاسته مع الايام القادمة لأنه رح يبدأ هو بتشكيل أيضا زاوية التربيع مع المريخية موجودة الآن زاوية منفصلة وتأثيراته موجودة ولكن لسه قوة زاوية هاي ما تشكلت وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا بالنسبة لبرج الحمل معروف أنه القمر الآن في الحوت يعني بيت المتاعب فعشان كل فترة هاي الطاقة بتكون ضعيفة جدا بتشعروا بنوع من أنواع التعب أو الإرهاق بتحسوا أنه أعمالك صارت مثلا ما تمشي بالشكل الصحيح أو أنه في تعطيلات في نوع من أنواع القلة أو القلة في الطاقة أو في الجهد أو في الرغبة بإنجاز الأشياء إلا أنه برضو المريخ بشكل عصبية والحدية بشكل كبير جدا الاندفاع التهور العصبية واضحة بشكل قوي جدا وخصوصا عند موليد العشرية الثالثة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي من أورانوس ممكن تحدث بعض المفاجآت الجيدة لإلها علاقة بالأمور المالية من مكاسب مالية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن أغلب المكاسب المالية عادة تجي إما من منافسة مالية بدون تهور طبعا أو من أمور إلها علاقة بالعمل الإضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا تقريبا نقدر نحكي روتينية كتحركات واتصالات وأمور إلها علاقة بالحوارات والنقاشات زي ما حكينا العصبية ظاهرة في المسألة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للارتجال ولا للتهور ولا للعصبية ولا للتسرح حتى في الإجابة أو فتح حوار يعني حساسيتك بتكون عالي اللي عنده امتحانة وعنده مقابلة يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو على مستوى البيت روتينية يعني بتتعاملوا على طبيعتكم الأجواء أحسن وألطف وممكن يعني هدوء البيت بالنسبة لإلك يكون ملاذ لإلك خلال هذا اليوم وخصوصا مع الإرهاق والتعب اللي بتحس فيه فممكن بعضكم أنه يمكث في البيت أو يقلل من حركته أو يهتم بشؤون إلها علاقة بأحد أفراد العائلة ممكن يصير توتر أو قلق بمسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة ولكن إجمالا هي بتطلب منك أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية حاول أنك تتجاوزها ممكن خبر سيء ممكن حدث سيء ولكن يعني حاول قدر الإمكان تخلي فيه توافق ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا بنحكي إحنا عن الزهرة الزهرة قوية جدا خلال هذا اليوم فبتعزز نقاط عاطفية أو أمور إلها علاقة بالحبيب أو تواصل مع الحبيب أو رغبة باتصالات معينة مع بعض الأحبة وممكن الحظ يدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالغراميات أو بهواي معينة ممكن أمور إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا برضو ما زالت روتينية يعني تقريبا اهتمامك بعملك اهتمامك بصحتك أهم إيش إنك ما تتغيب عن عملك وما تراكم الأعمال عندك حاول إنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو في المقابل بدك تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالصحة ومراقبة الصحة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الشمس موجود مقابلك تماما وهي سبب بإنها بتسحب من طاقتك شوي يعني بتخلي في عندك نوع من أنواع التقلب على المستوى الصحي أو الطاقي أو حتى على مستوى النشاط المريخ بيدعمك ماشي بعطيك نشاط ولكن بعطيك انفعال زيادة فعشان هيك متضارب الأمور على المستوى الطاقي اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحوار أو النقاش ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أهم شي شحن نفسك بطاقة عالية جدا عساس أنه ما تدخل بخلافات أو نقاشات أو حوارات حدي أو مدفاق من الأمور يعني حاول أنك تكون مرن أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا برضو الأجواء الروتينية صحيح عطارد موجود ولكن ما زال بسلبيته فعشان هيك نعطيه روتينية أكثر بلاش نعطيه سلبية ممكن يصير لك بعض الاهتمامات بالأمور المالية المشتركة وأمور إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين أو حل مسألة مالية معينة المهم أنك أنت ما تبالغ بمصاريفك خلال الفترة هاي وبرضو احذر من بعض المحتالين والنصابين ومن أموالك أو أوراقك بالسرقة أو الضياع اللي عنده قضية مالية أو أمور بنكية يعني يهتم في الإجراءات بشكل قوي بدون ما يهملها أما بالنسبة للبيت التاسع برضو ما في كواكب موجودة هو يعني بماع القمر ما بعزز القوة بشكل قوي فعشان هيك ممكن أنه يصير فيه خبر أو تنزعج من تصرف أحد الأشخاص خارج البلاد ممكن يكون للبعض اتصالات أو حوارات ولكن ما رح تمشي الأمور مثل ما بدهم يعني ممكن تتعطل ممكن يصير فيها تأجيل أو مماطل إلى بعض الأمور واللي عنده امتحان جامعي تحديدا بده يدرس ويستعد وما يعتمد على الحظ نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا زي ما حكينا أنه الزاوية اليوم احتدت فعشان هيكي بنقول أنه البيت العاشر حاد جدا دير بالك أنك تبادر بأي خطوة تشوي فيها سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تحاول أنك تخوض بأشياء ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإضطراب أو الاكتئاب أو أشياء لها علاقة بالتصرفات المتسرعة يعني زي يعني من الضغط الاكتئاب يعني يصير عندك موجة تفكير سلبية أو سوداوية أما بالنسبة لبيتك 11 يعني ممكن شوي بعض الأصدقاء يساعدوك في مسألة معينة أو تشعر في بعض التحالف من بعض الأصدقاء ومنكم ممكن ينشط ما بين الأصدقاء أو لقاء أو تحالف أو تقارب فعشان هيك الأجواء جيدة وبتساعدك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فزي ما حكينا القمر موجود ضايله يوم يعني بكرة وبعدين بنتك اللي بوصل عندك الأجواء بتتغير بشكل إيجابي وقوي في أعي الفترة بتشعروا بالتعب بناء منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنت في أضعف وأقل أيام الشهر حض فما تراهن على الحظوظ أبدا وما تحسم أمر ممكن يتميل للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع أنه يكون هناك فوضى أو تأخير أو خسارة برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول أجواء جيدة جدا خلال هذا النهار تنشط بشكل قوي تحالف ما بينك وبين أصدقاء أو معارف ولكن اللي أنا بدي أنصحك فيه قبل ما نكمل في الأبراج إنه حاول تنجز كل إشي ضروري في اليوم وبكرة لأنه من بعد بكرة شوية الأوضاع رح تصير ضاغطة لأنه القمر لما ينتقل للحمل يعني بيت متاعبك فعشانك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية بأسرع وقت ممكن يبل ما نوصل للمرحلة اللي رح يصير فيها نوع من أنواع الركود أو التعطيلات أما بالنسبة لليوم طبعا نفسيتك أحسن نشط جدا حيوي جدا ولكن ما تأخذ على عاطقك بعض الأمور اللي ممكن يكون فيها نوع من أنواعه إما التخجيل لإلك أو تخجيل لأحد الأطراف أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى الأمور المالية يعني ممكن يكون في بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات خلال هذا اليوم أو بعض الاهتمامات المعقدة أو الصعبة بتكون على المستوى المالي أو ممكن تتراكم عندك بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأمور المالية حاذر أنك أنت تورط نفسك في مصاريف الزيادة أو بذخ الزيادة أو فقدان أموال أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتساعدك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات بشكل جيد وعند قدرة على الإقناع عالي جدا ولكن ما تأخذ روح المبادرة لبعض المسائل اللي بتخص بعض الأشخاص يعني تدخل حالك أنه أنت تحمل المسألة على أنك أنت بتحلها أو أنت بتعملها بتلاقي حالك أنك أنت دخلت بمشاكل أو مشادات ممكن شوي تسبب لك نوع من أنواع الإحراج في منكو رح يكون له تعامل مع أخ أو جار وفي منكو ممكن تكثر عنده التنقلات والاتصالات خلال هذا اليوم على مستوى الامتحانات والدراسة خصوصا الأساسية اللي هي ما قبل الجامعة برضو جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ممتازة جدا على مستوى البيت يعني بتعزز من أشياء قوية الهلاقة في البيت ممكن يصير حدث معين شوي هيك يوترك أو يسبب لك نوع من أنواع القلق أو الإرباك أو خلاف بسيط أو ممكن أنه يكون في نوع من أنواع المسئوليات الكبيرة عليك اللي شوي اللي ممكن أنها تأرقك أو ممكن أنه يعني تجهدك عشانك اهتم بالمسائل العائلية بشكل جيد وحاول تخلي في تقارب بالمسافات ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيد اليوم تقارب ما بين الأحبة أو يعني استغلال بعض نقاط القوة للتقارب ما بين الأحبة بتكون جيدة ممكن تفكر في ممارسة هواية أو مثلا هيك نزوة أو خروجة معينة الأجواء بتدعمك بشكل قوي وبتعزز حتى في أمورك العاطفية بشكل جيد ممكن برضو يكون لكم تعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهنا الأجواء بتركز على مجال العمل فمنكم ممكن يحصل على عمل جديد أو يهتم بتطوير عمل ما وفي منكم ممكن يعني شوي هيك يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالشؤون الصحية إلك أو لأحد الأحبة ممكن مراجعة الطبيب أو الاهتمام ببعض الأدوية أما بالنسبة للبيت السابع فعطارد لسه مازل فيه نوع من أنواع الضغط عليه فعشان هيك بتكو تديروا بالك أثناء تعاملكوا مع الشركاء رغم أن الأجواء إيجابية يعني بتعزز بعض نقاط القوى بتعامل مع الأزواج ولكن بدك تدير بالك من سوء تفاهم أو خلاف أو ردة فعل سلبية ممكن تستأمن تصرفه أو تحاول تتهرب من بعض المسئوليات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على مستوى الأموال المشتركة ضاغطة شوي فهي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو صعوبة في إنجاز بعض المعاملات أو ممكن أنك تبادر بحل لمسألة مالية معينة فتجد صعوبة فعشان هيك بدك تدير بالك على أموالك من السرقة وضياع برضو حاول أنك ما تخوض أي مجازفات إلا علاقة بالشركات المالية بالفترة هاي أو المراهنات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مسائل إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أو أمور إلها علاقة بالسفر فعشان هيك من قلك دير بالك اليوم ما تعتمد على الحظ نهائيا على كل شيء بتعلق في البيت التاسع فعشان هيك بدك تعتمد على دراستك أنت على تعبك ما تعتمد على الحظ على الامتحانات نفس الإشي بدك تكون مستعد أثناء المقابلات والحوارات حاول تضبط أعصابك وبرضو تعرف أنت إيش اللي بتحكيه يعني كون واثق من الكلام اللي أنت بتحكيه أو عندك دليل أو برهان عليه وبرضو في نفس اللحظة اللي عنده سفر أو تنقلات بدي يكون حذر ويتفقد كل مستلزماته وكل أغراضه بشكل كامل أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بركز على بيت السمعة ما في داعي اليوم للمجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين أو الدخول بأعمال مشبوهة أو التغيب عن العمل أو خلاف أو نقاش حاد يكون بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل إنجز أعمالك وحافظ على سمعتك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا اليوم بتنشطوا بين الأصدقاء تجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن يكون فيه نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهمش إنك ما تبقى وحيد وأخرج لا لقاء الناس أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا المريخ وحاد جدا فدير بالك ونرجع من كررها زي ما كررناها بالأمس احذر أثناء التعامل مع الغرباء ما تدخل على ماكن مشبوهة ما تحاول إنك تجازف انتبه للأشخاص اللي بتتعامل معهم خوفا من استغلالك أو أعمال يعني ممكن يدولك أو يتأمروا عليك يعني بدك تحذر وخصوصا على مسائل برضو إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة بدك تبرمجها بشكل جيد وتهتم فيها بشكل جيد وممكن تحملك هاي الفترة قلق على صحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لا إلك برج الجوزاء يعني اليوم على المستوى النفسي القمر مش جاي في مكان مناسب لإلك فعشان هيك شوي بعكر المزاج عندك ممكن في لحظات يخليك تفقد السيطرة على نفسك أو العصبية أو تقلب المزاج أو ممكن تكتشف أمور شوي ما تتجارة إنك تحكي فيها يعني ممكن تتكلم فيها لأشخاص ولكن ما بتقدر تواجه فيها بشكل كامل حاول قدر الإمكان ما تدخل حالك في مسائل ما بتعنيك لأنه شوي ممكن اليوم شوي الأمور تضغط على مسائل إلها علاقة بالسمعة فدير بالك وانتبه لهذه النقطة بشكل كامل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم تدعمك على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب أو الاهتمامات أو ممكن تيجي هاي المكاسب من عمل إضافي أغلبها هي عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المستردات أو الهبات أو ترتيب وضع مالي معين يكون لمصلحتك أو لصالحك فعشان هيك يستغل النقطة بشكل قوي اليوم لا أي أمر له علاقة بالوضع المالي واللي يكون إيجابي وداعم لا إلك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء رح يعني تنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات وسرعة البديهة والنزهة زيارة تنقلات يعني فيه نشاط عالي في هاي المسائل أثناء نقاشاتك وحواراتك يعني برضو عندك قدرة على الإقناع عالي جدا في منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة بالإلكترونيات أو السيارات أو حتى بمسائل إلها علاقة بالتصليحات يعني فعشان هيك بعضك رح يهتم بمسائل بتتعلق بأخ أو جار اليوم أو حوار أو مسألة ما ممكن تصير ما بينك وبينهم أهم شيء أنك تحافظ على ردات فعلك أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الأمور إلها علاقة في البيت الأجواء قوية جدا ومتحزز من ثقتك وقوة مكانتك في البيت أو حتى ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأحد أفراد الحائلة عشان هيك يحاول أنك أنت تتقارب أكثر ما تحاول أنك تخوض بخلافات أو نقاشات أو أنك توجه كلام يكون مش مفهوم فيسبب نوع من أنواع الإحراج أو التوتر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي لأجواء جيدة ودعمة بقوة وهي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار وممكن تستمتع بأمور إلها علاقة بالفنون أو في التجميل أو في بعض المسائل اللي إلها علاقة بتقرب من الحبيب ممكن مساعدة الحبيب أو الحبيب يبادر بمساعدتك خلال هذا النهار أهم شيء أنه علاقتك ما بينك وبين الأبناء أو ما بينك بين الوالدين تكون جيدة أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالشراكة ولكن بدك تحذر من أي سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين الشريك أو بينك وبين الزوج يعني شوي يفتح هيك شوية مشاكل أو خلافات أو جدالات أو مشاكل ما في الها داعي يعني سوء التفاهم ممكن يصير في أي لحظة فحاول تدارك الموقف أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة أكثر شيء فعشانك احذر من أي مجازف أو مغامرة بالأمور البالية المشتركة أو أموال ما بتعنيك يعني أموال مش أموالك أنت مؤتمن عليها أو أموال الغير أي مجازف في هاي الأموال ممكن تبوء تصرفاتك بالفشل فعشانك بدك تكون حذر إذا كان عليك الديون أو عليك الالتزامات حاول أنك ما تهملها بالفترة هاي أرتبها اجتهد فيها قلل من مصاريفك لأن الفترة هاي بتحمل المصاريف إلها علاقة إما بالعائلة أو إلها علاقة في أمور صحية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة شيئا ما على مستوى الاتصالات والحوارات وخصوصا مع أجانب أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو دراسة جامعية أو اهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أهم شيء أنك أنت تدرس وتستعد وما تعتمد على الحظ كثير لأن الأجواء برضو تعمل نوع من أنواع الامتحانات المفاجئة لا إلك اللي ممكن شوي يكون فيها نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود فيه فبيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية فترة فيها شيء من الصعوبة أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا بدك تنتبه أثناء تعاملك مع الأصدقاء ما تأمن للأصدقاء ما تأمن للأشخاص اللي حواليك خلال فترة هاي الأجواء فيها برضو نوع من أنواع الضغط وخيبات الأمل أو الحدية أو التسرع أو ممكن مجازفة أو مغامرة ما بينك وبين أحد الأصدقاء فتعود عليك بالمضرة انتبه وحاول إنك ما تبالغ بملذاتك بالفترة هاي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ما ولكن زي ما حكينا بدك تنتبه بشكل كبير من الخطأ أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا أورانوس اللي موجود ما كانوا يعني مناسب لا إلك فممكن اليوم تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وهذا بساعدك وبرضو في بعض الاهتمام ببعض الشؤون الصحية أو الإصابات الصحية أو حتى ببعض العوارض الصحية ممكن مراجعة طبيب أو أخذ أدوية أو حتى اهتمام بصحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا اليوم النفسية أحسن ثقتك بالنفس عالي جدا قدرتك على الحركة والإنجازات رائعة جدا قدرتك برضو على إثبات جدارتك أو الدفاع عن حقوقك أو حتى الاهتمام بنفسك اليوم عالي جدا عشان هيك اليوم لازم تستغله بكل طاقتك لكل شيء إيجابي أو لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالزهرة اليوم بتعزز نقاط قوة بالنسبة للوضع المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي ممكن تجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو حلول لوضع مالي معين أو ممكن تحقق بعض المكاسب اللي ممكن تجيك عن طريق صفقة أو عمل إضافي أو أشياء من هذا النوع يعني الأجواء إيجابية على المستوى المالي يحاول أنك تستغلها بكل طاقتك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا شوي يعني بتركز على أمور الاتصالات عندك قدرة على التواصل والاتصالات ورغبة بالتنقلات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع عالية جدا عشان هيك شوي بدك أنت تركز على الأمور هاي بقوة اليوم إذا عندك شيء بدك تسوق له أو مقابلة أو مشروع أو حتى اهتمام بتصليح سيارة أو جهاز تليفون أو كمبيوتر أو مشتريات من هاي النوع لها ارتباط بالاتصالات والمواصلات برضو ممتازة اللي بيشتغلوا في قطاع التجارة المحلية أو بالاستراد والتصدير برضو الأمور لصالحهم وقوية حتى على مستوى برضو الامتحانات وعلاقتهم مع الإخوة والجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء شوي اليوم يعني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالأمور البيتية أو تظهر مسائل بيتية أو عائلية تهتم فيها بشكل أكبر ممكن شوي تكون مربكة ممكن نقاش ممكن حوار ممكن سوء تفاهم ممكن إنه حدث عائلي يعني شوي يكون مربك أو بعض الأشياء اللي ممكن تصير مستجدة على الأمور العائلية شوي هيك تسبب لك نوع من أنواع الإرباك حاول قدر الإمكان إنه بالفترة هاي تضبط أعصابك ما في داعي للتسرع وما في داعي حتى للمجازفات وخصوصا ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فعندك عطارد موجود وعطارد هنا إنه وضعه مش قوي بالفترة هاي فبسبب سوء تفاهم أو حدية بالطباع أو معلومة أو شيء بتعلق بأحد الأحبة ممكن يصدمك وخصوصا بالحبيب ممكن تصرف منه ممكن نقاش معه أو حوار حد شوي ممكن سوء تفاهم ممكن أشياء إلها علاقة بفرض الرأي أو حقوق لا إلك بتحاول إنك أنت تحاور وتناقش فيها الوضع لأنه سلبية عطارد شوي بتربك عندك الأجواء فممكن شوي تأثر على نفسيتك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالعمل صحيح إنه ممكن يتراكم عندك عمل ما أو ما تقدر تنجز كل أعمالك بشكل قوي ولكن برضو الأجواء مساعدة لإلك إنه أنت بتقدر إنك تحققها في منك ورح يهتم ببعض الشؤون الصحية أو مراجعات طبية أو حلول إلها علاقة بأمر يعني إما استشفائي أو علاجي أما بالنسبة للبيت السابع فبرضو بتتركز الأمور على أمور الشراكة والخلاف مع الشركاء أو مع الأزواج أو حدية الطبع وخاصة موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم يكونوا حاذرين اليوم من هذه النقاط وموليد العشرية الأولى فعشان هيك شوي الأجواء مش بقوتها فتحدث بعض المشاكل أو الخلافات أو النزاعات أو سوء التفاهم احذر وما تفاقم الأمور وبرضو انتبه لبعض التقلبات اللي بتصير على المستوى الطاقي عندك فعشان هيك طاقتك بتكون ضعيفة أو يعني بتكون حاسس إنه في نوع من أنواع الارتخاء مش قادر إنك هيك مش جهي عبالك ما عندك رغبة للتحرك كثير ورغم إنه في البداية يقولنا إنه عندك طاقة عالية جدا ولكن في لحظات ممكن تتقلب هاي الطاقة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تحتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقرض بدين ببنك بأموال أو حقوق أو مصاريف بنكية أو بعض المساعدات أو أشياء إلها علاقة بحل قضية بتتعلق بحقوق إلك أو يعني أموال إلك بتحاول إنك تستردها فهي الأجواء برضو بتساعدك أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بيتركز أو يوم مناسب أو فترة مناسبة إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالتناقلات وخصوصا لبعيدة أو ممكن ترغبوا في الفترة هاي برضو بتفاهم مع أحبائكم أهمش إنك ما ترتج العمل ما تستخف بالواجبات الأضواء كلها مسلطة عليك كون جاهز لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جدا بالنسبة لإلك يعني في أشياء مفرحة حتى على مستوى الامتحانات والمقابلات اللي بتيجي ما بعد الدراسة الثانوية أو دراسة المدارس أما بالنسبة للبيت العاشر فبنرجع للمريخ بيت السمعة دير بالك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تحاول إنك تغطي على خطأ معين لأنه ممكن تصير شريك فيه عشان هيك الأجواء شوي تضغط بشكل قوي عليك حاول إنك تنجز أعمالك حاول تكون مرن أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل دير بالك تدخل بأي خلافات أو نقاشات ممكن إنها بدورها تشوه السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 هنا أنت بتبحث عن حليف أو عن صديق تأتمنه على شيء معين أو ممكن إنه يبادر بمساعدتك في أمر ما لأجواء مساعدي ودعمي بقوة ولكن بدك تحذر أنت من بعض سوء التفاهم أو الأشياء المفاجئة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو هاي المناسبة تكون موجودة عندك أنت في بيتك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب ما فيه أي تأثير للكواكب لأنه ما فيه وجود لكواكب فيه فعشان هيك عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال والاهتمام بالصحة أو يعني بعض الأمور اللي إلها علاقة بالواجبات ولكن ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا القمر تحرك من البيت السابع صار في البيت الثامن عندكم فعشان هيك اليوم التركيز كله رح يكون على الأمور المالية بشكل قوي عشان هيك نقول كل يوم حاولوا أنكم تهتموا بالأمور المالية وما تهملوها لأنه ممكن تحققوا بعض المكاسب أو بعض الأمور اللي مرتبطة بالوضع المالي ولكن بدون مجازفات ولا مغامرات النفسية أحسن من الأيام الماضية ممكن تهتموا ببعض المسال اللي إلها علاقة بالشراكة برضو إما شراكة عاطفية أو شراكة مالية الأجواء برضو بتعطيكوا نوع من أنواع الطاقة مش القوية ولكن برضو أفضل من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فزي ما قلنا التركيز رح يكون على الأمور المالية فمنك رح يحقق بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو تهتم بمسألة إلها علاقة ببنك أو بقرض أو في فتح حساب مثلا أو أمور إلها علاقة بنشاطات مالية أهم إش أنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فتتركز الأمور على التنقلات والاتصالات بشكل قوي فاليوم أنت عندك نشاط عالي وقدرة على التنقل والحوار وإنجاز بعض المهام بشكل جيد أهم إش أنك تسعى بأمور مهمة خلال هذا اليوم لحلها أو لا إيجاد حلول إلها عندك قدرة على الإقناع وسرعة بديها بالتواصل وبرضو في أشياء إلها علاقة بالتعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أو الاهتمام بأمور إلها علاقة إما بسيارة أو بأجهزة اتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الأجواء بتركز على أمور إلها علاقة في البيت أهم إش أنك ما تغامر أو تجازف بمسائل عائلية أو ورشة تصليح أو ورشة ترميم يعني حاول تدرس أوضاعك قبل ما تدخل على هاي الأمور يعني بمعنى آخر شوف إمكانياتك وقدرتك على إتمام هاي الأمور قبل ما تجازف فيها الأجواء بتساعدك في بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالوضع العائلي أو المنزلي صحيح أنه ممكن يكون في حدث مربك أو حدث شوي يعني في نوع من أنواع صعوبة ولكن إجمالا يعني حاول أنك تنفذ الواجبات أو تأدي الواجبات المطلوبة منك والباقي إن شاء الله أن هالأمور بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء روتينية على المستوى العاطفي وطريقة التواصل مع الأحبة أو إنجاز بعض الأمور بتطلب تعاون ما بينك وبين الحبيب بمنك راح يمارس هواية معينة أو يهتم بأمور إلها علاقة بالتجميل الأجواء بتساعد في بعض النقاط ولكن أهم إشي أنه ما تبالغوا بالملذات وبرضو خلوا تعاونكم أو تعاملكوا مع أبناكم أو والديكم تكون تم عاملية جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بتركز الأمور على ضغط إلها علاقة ضغط هذا بالعمل أو بالأمور الصحية حاول إنك تنجز عملك ما تخلي عملك تتراكم ما تحاول تحمل أكثر من عمل مع بعض يعني تحاول إنك تنجز أكثر من عمل مع بعض يعني ركز على عمل بعدين العمل اللي يلي ولكن أكثر من عمل معناته راح يصير في نوع من أنواع الإضطراب وما تقدر تتمم أعمالك أما بالنسبة للوضع الصحي فهو بحاجة للرقابة وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدون ينتبهوا لهذه الأمور أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة فالأجواء تقريبا شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعزز التعاون ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج ولكن ممكن تحمل لك قلق على الزوج ممكن يكون القلق هذا إما على صحته أو حدث معين أو على وضع معين بمر فيه تحاول أنك أنت تأذره أو تشاركه ولكن صحيح أنه ممكن ما تقدر تعبر عن اللجواك ولكن الأجواء برضو بتساعدك على التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاذر من إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارد ذوي الخبرة ممكن يتعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم إشأنك ما تتدمر أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا عنا مسألة المريخ اللي بتضغط على مسائل إلها علاقة بالدراسة الجامعية وبتسبب مشاكل أو أخطاء ممكن تكون صعبة فعشانك ما تعتمد على الحظوظ إذا كان عندك امتحان أو مقابل خلال هذا اليوم أما بالنسبة لأمور السفر برضو ما مننصح بعملية السفر في هيك أجواء خصوصا السفر اللي بعيد وإذا صار السفر هادك تتفقد كل شيء لأنه ممكن يصير عطل أو تأخير أو تأجيل لأي شيء بتعلق في هاي الأمور على مستوى الأوراق القنونية ممكن تواجه بعض الصعوبة في إتمامها أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا الأمور إلها علاقة ببيت السمعة الأجواء جيدة وابتدعمك بقوة ممكن اليوم تسمع مديح أو إطراء أو ثناء أو حتى إشي يعزز من ثقتك بالنفس بمعنى ممكن ينظر لك زملائك أو رئيسك بالعمل نظرة إعجاب أو مديح أو تنجز بعض الأمور اللي ممكن شوية يعني تعطيك نوع من أنواع الشهرة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء شيئا ما مش قوية كثير ولكن عندك رغب للتواصل مع بعض الأصدقاء أو التحاور معهم أو إنجاز بعض الأعمال بطريقة جيدة الأجواء بتساعدك وبتدعمك وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو حدث معين يصير وفيتطلب منك إنك تكون موجود أو حاضر فيك أما بالنسبة لبيت المتاعب فما في أي تأثير للكواكب فعشانك تقريبا بتنشط على طبيعتك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وهي يعني شوي بتعطيه إيجابية بما أنه بيت المتاعب خالي من التأثيرات برضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أهم شيء تنتبه لصحتك وخاصة للأمور اللي إلها علاقة بجهاز التنفس واللي إلها علاقة بالرأس يعني صداع، أسنان، عيون، جيوب هذه أهم النقاط اللي تركز عليها خلال هذا اليوم مرج العذراء طبعا اليوم القمر موجود مقابلك تماما وهي نقطة الضعف يعني بمعنى آخر هي صحيح بتعزز من شراكتك وتقاربك ما بينك وبين الشريك أو تقارب ما بينك وبين الزوج أو شريك المال لكن شوي هاي بتخلي فيه نوع من أنواع الطاقة الضعيفة عندك عشان هيك اليوم مش كثير عندك رغب لإتمام بعض الأمور لازم تهتم بشؤونك بشكل جيد ولازم تهتم بنفسيتك وتشحنها بطاقة عالية جدا وما تقترب من أي شخص نفسيته سلبية يعني بمعنى آخر ابحث عن أي شيء بشحنك بطاقة إيجابية خلال هذا اليوم مناسبة أصدقاء طلعة رحلة أي شيء من هذا المقابيل يعني اتجه باتجاهه أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على ضغط له علاقة بالوضع المالي يعني فيه مصاريف فيه دفعات فيه اهتمامات مالية ممكن شوية تكون فيها نوع من أنواع الصعوبة أهم مش أنك تحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو خسران بعض الأموال أو المجازفات صحيح ممكن تحصل مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل بدك تنتبه من بعض الأمور اللي ممكن تكون بشكل مفاجئ أو تيجي بشكل مفاجئ على المستوى المصري أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا برضو بعطيك نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو عدم القدرة على إيصال المعلومة بدك تنتبه وتحاذر من بعض الأمور اللي لها علاقة في هذا الباب إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وبرضو إذا كان عندك تنقلات نفس الشيء بدك تكون حذر أثناء تنقلاتك أثناء حركتك ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فبتتركز الأمور على أجواء منزلية أو عائلية أو تحالف عائلي أو لمة أو دعم عائلي أو خبر أو حدث معين أهم شيء زي ما حكينا أنه تخلي فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة خلي فيه نوع من أنواع الإنسجام أو العلاقة الودودة ما بينك وبينهم بالفترة هاي أنت بحاجتهم أو بحاجة الترابط العائلي أكثر ممكن يصير حدث أو ممكن تنشغل ببعض الأحداث المنزلية إما زي ترتيبات أو تصليحات أو مشتريات أو بعض الالتزامات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي إنسى الحضوظ تماما تماما مش العشرية الثلثة بس كل العشريات بدها تنسى الحضوظ تماما وما تعتمد على الحظ خلال الأيام القادمة يعني بدك تعتمد على جهدك الشخصي أو جهدك الجسماني أو على قدراتك على تحقيق بعض الأمور طبعا ليش؟ لأن الجدي والزوايا اللي مع المريخ بتضغط بشكل قوي جدا تضعف الحضوظ فما تراهن على حضوظك بالفترة هاي وبرضي هاي بتسمح للعلاقات الضعيفة وخصوصا العاطفية إنه يصير فيها مشاكل أكثر بالفترة هاي فانتبهوا وحاولوا أنك تعززوا علاقاتكم العاطفية بدون أي خلافات أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا ما فيه أي تأثير للكواكب فيه عشان هيك يعندك قدرة لإنجاز بعض الأمور بالفترة هاي ممكن تنجز بعض الأعمال أو تهتم بإنجاز بعض الأعمال أو ممكن أنه شوي يصير فيه نوع من أنواع الدعم من أحد الزملاء لإلك هو يتمم أعمال عنك أو ممكن يجيب لك عمل ما يعني بمعنى آخر يعني ممكن يصير تعاون على إنجاز بعض الأعمال أو أعمال جديدة أما بالنسبة للوضع الصحي فهنا بدك تنتبه لبعض التقلبات الصحية اللي ممكن تحدث بالفترة هاي وخصوصا برضو مع تواجد القمر مقابلك فهذا شوي بيجيب لك تقلبات بأنه طاقتك ضعيفة فعشان هيك حاول قدر الإمكان ما تعتمد على الحضوض نهائيا على أساس أنه يعني تقول والله هاي بس عارض هيك جاي لا ممكن يكون عارض صحيح ولكن إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فبتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة ولكن هاي الفترة صعبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من العدائية أو عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر من المشاكل على أنواعها وهي تعتبر من أصعب أيام الشهر بعد بيت المتاعب فعشان هيك حاول أن قدر الإمكان ما تدخل بأي مساء القانونية بالفترة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بضغط بشكل قوي على البيت الثامن وإلو علاقة بالأموال المشتركة إلو علاقة بالحقوق إلو علاقة بالميراث إلو علاقة بالغيبيات إلو علاقة حتى في الأمور المخفية فعشان هيك حاول قدر الإمكان إنك ما تجازف بأموالك حاول إنك تراجع كل حساباتك قبل ما تقدم على أي مشروع استشير أهل الاقتصاص ممكن تظهر بعض المتاعب هذه الفترة أو بعض التراكمات أو بعض المخاطر وفي منكم ممكن يعني يخوض مسائل إلها علاقة بتحصيل حقوق لإلو فيصير فيه نوع من أنواع المواجهات فعشان هيك أي موضوع إلو علاقة بالأمور المالية أو القضايا المالية بتطلب منك الاهتمام بشكل قوي وعدم إهماله أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو الزملاء الدراسة أو الشركات الدولية الكبيرة أو شراء أشياء من خارج أغراض من خارج البلاد أو تجهيز معاملات هجرة أو سفر كلها هاي تقريبا أجواءها إيجابية ودعمة بشكل قوي جدا لا إلك فعشان هيك حاول أنك تهتم فيها حاول أنك أنت أي مسألة إلى علاقة بهاي الأمور أنك تتممها بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة نقول لك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك وما تخال في القوانين وما تتغيب عن عملك وما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل في هذا اليوم الأجواء حد شوي أو حد نسبيا فعشان هيك ما في داعي للمراهنة أو على أمور إلها علاقة بالسمعة أو تشويه السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم الأجواء جيدة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بتحالف أو تكاثف الأصدقاء حواليك في مسألة ما أو تعاونهم أو مد يد العون لإلك لمساعدتك في مسألة ما ممكن يعني تنشط بأكثر من اتجاه اجتماعي أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء مازالت يعني تدعمك شوي في بيت المتاعب بسبب الزهرة وتواجدها على إنجاز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل ولكن برضو نفس الشيء ما تخلي الأعمال تتراكم واهتم بشؤونك الصحية قدر الإمكان يعني ما تهمل الوضع الصحي والتزم بكل التعاليم الصحية اللي بتتعلق بصحتك أو بصحة أحد الأحبة صحيح الحظ بدعمك في المسألة هاي ولكن برضو ما يعني تركن عليها كثير أما بالنسبة لأمور إلها علاقة بصحة أحد الأحبة فممكن تظهر بعض الأمور اللي شوي ممكن هيك تسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان طبعا اليوم الوضع إله علاقة بالبيت السادس الخمر استقر تقريبا بمراحل المقابلة لإلك فعشان هيك الأجواء شوي رح تكون ضاغطة على مسائل لها علاقة بالعمل لها علاقة بالصحة المكان دائما للبيت السادس يعني شوي بكون صعب فعشان هيك شوي بصير فيه نوع من أنواع مع تقلب المزاج أو الحساسية أو نوع من أنواع الغضب أو تقلب الحاد ببعض الأوقات أو ظروف بتصير طارئة طبعا الأجواء جيدة على مستوى العمل على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت نفسيتك أحسن في بعض الأمور ولكن بدك تحذر من أي شيء له علاقة بتراكم الأعمال وبرضه ما تخلي أي وسواس أو اكتئاب إنه يأثر عليك حاول إنك تخرج وتحتكب المجتمع بيكون أفضل بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء إلها علاقة بعطارد وعطارد بما أنه حكينا أنه منتحس باليوم أمس وشو سبب الانتحاسي والزوايا اللي بشكلها فعشان هيك من قولك يعني حاول إنك تحافظ بس على مقتنياتك من الصرقة والضياع أو الإصراف الغير مبرد في منك ورح ينشغل ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمال أو الدفعات المالية أو تراكمات المالية لكن الأهم أنك أنت تحافظ على مصريفك وعفلوسك وما تغامر بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن العصبية في بعض الأوقات ممكن تفلت من إيدك يعني ممكن تحتد وتعصب أو ممكن تفقد السيطرة على لسانك في بعض الكلمات اضبط عصابك قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وإذا كان عندك تنقلات أو حركة كثيرة حاول أنك تنتبه على أساس أنه ما تتعرض لإصابات ممكن اليوم يكون لك معامل ما مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع يعني الضرف شوي على البيت بيكون فيه نوع من أنواع الضغط أو مشكلة أو أزمة معينة أو ممكن أنه حدث معينة أرقق خلال هذا النهار ولكن إجمالا مع الأيام القادمة الأجواء بتصير أحسن وممكن أنه يعني تتحسن بشكل أوضح ولكن خلال هذا اليوم يعني الأجواء بتحمل نوع من أنواع الضراب أو القلق أو توتر ممكن نقاشة حول مسألة معينة أو أعمال منزلية شوي تكون مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما فيه أي تأثيرات للكواكب يعني على طبيعتك بتكون طريقة الحوار والتعامل والاتصالات وحتى اهتمامك بالأحبة أو بالأبناء أو بالبالدين بتكون على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود فيه فبيبدأ العمل بتراكم لديكم حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم اليوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وأطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا اهتم بسلامتك الجسدية أما بالنسبة للبيت السابع فهو أنا بركز على المريخ فعشان هيك موليد الآخر العشرية الثانية والعشرية الثالثة بدهم يكونوا منتبهين من أي خلاف أو نقاش أو حوار أو حدية بالطباع أثناء التعامل مع الشركاء وخصوصا مع الأزواج يعني شركاء المال أو مع الأزواج تحديدا أو شركاء في العمل فهدولة بدك تنتبه من أي إثارة عدوات أو مشاكل أو ظروف ضاغطة برضو على مستوى القضايا القضائية بدكوا تنتبهوا من أي شيء له علاقة بالقضاء لأنه برضو هاي إلها علاقة بالقضايا القضائية أما بالنسبة للبيت الثامن أورانوس بدعمك بشكل قوي على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة وتحقق بعض الأرباح خلال هذا اليوم أو تهتم بمشروع أو باتصالات أو بتحصيل أموال بتعود لك الأهم أنه أنت تستغل الفترة هاي لحل أي اضطرابات على المستوى المالي أو أي متطلبات أو أي أمور إلها علاقة بالوضع المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتعزز نوع من أنواع الاتصالات أو الرغبة بالتواصل بأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور تعليمية زي دراسة الجامعة أو بحوث دورات دراسة معينة الأجواء بتساعدك وبتدعمك بشكل قوي ولكن عند الامتحانات أنا بقولك حاول أنك لو تدرس وتستعد بشكل جيد بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بتركز الأمور على بيت السمعة الأجواء جيدة للرفعة أو لدعم من زملاء من أصدقاء من رؤسائك بالعمل ممكن عملي جديد ممكن تطور مسألة معينة لها علاقة بالسمعة تعزز من ثقتك بالنفس أو دعم معين يكون لصالحك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وهي بتعزز من علاقاتك ومعارفك فاليوم رح تنشط بشكل قوي جدا على المستوى الأمور الاجتماعية أو بعض المناسبات أو تحالف أصدقاء أو تقرب أصدقاء منك أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون عندك أنت مناسبة معينة يعني تجمع كثير من الأصدقاء حواليك أو ممكن أنت تبادر بزيارة بعض الأصدقاء والمرح معاهم الأجواء بتساعد فعشان هيك منقول لك ركز على علاقاتك العامة عشان تطلع من جو الضغط بوجود القمر في منازل المقابلة لإلك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب هنا بس منقول لك لأنه هو مقابل البيت السادس فمنقول لك دير بالك على عملك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول إنك ما تراكم الأعمال على نفسك ما تحمل أكثر من عمل مع بعض ممكن يبادر بعض الزملاء أو بعض المعارف أو المعاونين لمساعدتك في إنجاز بعض الأعمال بشكل قوي حاول برضو تنتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تحدث إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع طبيبك لأنه الأجواء يعني بحاجة لنوع من أنواع المتابعة الصحية ممكن أن يكون لك مراجعة أو اهتمام صحي إلك أو لأحد الأحبة أو زيارة مريض برج العقرب طبعا الأجواء جيدة جدا ودعمة بقوة خلال هذا اليوم فاليوم في بعض الأجواء الرومانسية أو الأجواء الحيوية أو التجميلية أو الاهتمام بمسائل كان صعب أنك تهتم فيها بالأيام الماضية ممكن اليوم تعوض كل الضغوطات اللي كانت بالفترة الماضية من ناحية نفسية أو تجميلية أو حتى على نطاق الحيوي القوي موجودة حاول تستغل هذا النهار لأنه هذه الحضوض يعني من النوادر إنها تتعوض ويعتبر هذه الفترة من أقوى الفترات خلال هذا الشهر وخصوصا بيظل ظروف الراهنة إنه الشمس صارت موجودة في بيت المتاعب بتعطل فهي بتعوض شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتساعدك على بعض الأمور المالية ممكن اليوم تحصلوا على مكسب مالي أو تهتموا ببعض الأمور المالية أو تحصيل مالي في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بعمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن اللي بتكن تنتبهوا منه اللي هي المصاريف للزيادة لأنه الوضع ما بيساعد على المصاريف يعني مش بحاجة أنك تضغط حالك ماليا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيد وبقوة على مستوى أمور الليها علاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى على مستوى الامتحانات بتدعمك بقوة ولكن عندك تحذر من العصبية والاندفاع والتهور في بعض الأوقات حاول تضبط أعصابك وتضبط لسانك ما في داعي للانفجار في الأشخاص اللي حواليك بطريقة يعني شوي ممكن تكون مستفزة أو إنها تكون يعني بتسبب نوع من أنواع التوتر أو القلق أو المشاكل في منكم ممكن اليوم يكون له نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وممكن مساعدة أو مبادرة لحل بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتعزز نوع من أنواع القدرة على الاتصالات والمواصلات يعني العائلية يعني الاجتماعات العائلية والتنقلات العائلية والزيارات والاتصالات العائلية وأحداث إلها علاقة بالبيت ممكن ديكور ترتيب ورشة معينة تحاول أنك تنشغل فيها يعني الأجواء فيها تقريبا نوع من أنواع الدعم المنزلي ولكن ممكن موضوع عائلي يكون مؤرق أو حدث معين ممكن يسبب نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بتجتازوا بصورة عام يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك وعدم التلكؤ حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تطلق الفترة هاي مشروع جديد وتطلق إيجابات أو إشارات مهمة حاول أنك تبتسم الحظ إلى جنبك بالفترة هاي بقوة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا المريخ موجود هو اللي بأثر على العمل أو تراكم العمل أو كثرة الأعمال الموكلة لإلك اللي منها ممكن يكون مربك صحيح أنه ممكن يبادر بعض الأشخاص لمساعدتك ولكن دك تضبط أعصابك وعصبيتك وإندفاعك في بعض المسائل مرضو على الوضع الصحي شوي بتأثر خصوصا على موليد آخر العشرية الثانية العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا لصحتهم ينتبهوا لبعض الأشياء اللي ممكن تصير معهم خلال الفترة هاي صحيا إن شعروا بشيء غير اعتيادي ما يستهينوا بالأمر ويراجعوا طبيبهم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء طبعا من أورانوس أجواء جيدة وداعمة على مستوى بيت الشراكة فبتدعمك بقوة وبتعزز من علاقتك مع الشريك أكثر وممكن اليوم يكون في بعض المفاجآت أو القرارات أو التصرفات اللي ممكن تكون دعملة إليك أو تعزز من قوتك أو من منطقك أو حتى من مكاسبك أثناء تحاورك أو نقاشاتك مع الشريك ولكن أهم إشي دون نقاشات في أمور حدك أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط إما قلق من مصاريف أو مطالبات مالية أو ديون أو قروض أو مسائل إلها علاقة بالقضايا المالية أو الغرامات فعشان هيك احذر من الوضع المالي ومن المصاريف المفاجئة ممكن برضو تحمل نوع من أنواع التوتر على مستوى أو قلق إلو علاقة بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والتنقلات والدراسة الجامعية أو الامتحانات كلها دعم لإلك بقوة خصوصا الامتحانات الجامعية يعني بقوة دعم فيها الامتحانات المدرسية هي اللي بحاجة لأصحابها أنهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد ممكن اليوم تتلقى خبر أو معلومة لها علاقة بشخص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الزهرة ما زالت موجودة في البيت العاشر وهي بتعزز من سمعتك أو من مكانتك وبتدعمك وممكن تحصل مكسب أو ممكن دعم أو إطراء أو ثناء على إنجازاتك ممكن مديح على إنجاز بعض الأعمال وتكون يعني أنجزت شيء شوي كان بوقت قياسي أو أعمال صعب مثلا تقدر تنجزه ممكن ينظر لك زملائك أو رؤسائك بالعمل نظرة الإعجاب والثناء على إمكانياتك وقدرتك يعني الفترة هاي بتحمل بعض الأخبار السارة على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأجواء على مستوى الأصدقاء وتعاملك مع الأصدقاء روتيني ممكن تنشغل بقضية بتتعلق بأحد الأصدقاء أو اتصالات أو حوارات ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ممكن أنه تنزعج من خبر بتعلق بأحد المعارف أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما زال موجود يعني الشمس موجودة لغاية عيد ميلادك فعشان هيك بيت متاعبك هذا بيقرق يعني بيعطل بعض المسال اللي لها علاقة بالعمل يعني الإيجابيات اللي ذكرناها ممكن تتم وممكن يكون إشي لصالحك ولكن بعض الأوقات بتصير الأشياء تمشي بصعوبة يعني ما تقدر أنت تنجزها بالوقت المحدد أو تنضغط بالوقت أو تنضغط بالعمل فعشان هيك راقب أعمالك إنجز الضروري والمهم ما تخلي أمورك تتراكم وبرضو الوضع الصحي بيت المتاعب بيرجع بنبه عليه فانتبه لوضعك الصحي وراقب وضعك الصحي بشكل جيد الفترة هاي بتحمل إشي مزعج إلو علاقة بالصحة يا إلك يا لأحد اللي أحب برج القوس طبعا تواجد القمر في البيت الرابع شوي مرهق لأنه أساسا بيت مش مناسب لإلك هو تربيع مع برجك فعشان هيك شوي بيكون فيه نوع من أنواع الضغط وممكن الضغط ييجي على أمور الهلاقة يا بالوضع المالي يا بالوضع العائلي يا بالوضع الصحي فعشان هيك بتكون تنتبهوا بشكل كبير لأي اضطرابات خلال هذا اليوم حاول أنك أنت تنجز الأعمال تحتك بتروي بعقلانية أكثر بدون عصبية وبدون حدية وبدون اندفاع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي اللي ممكن يعني يكون فيه متطلبات مالية أو مصاريف أو التزامات أو يعني نوع من أنواع الأشياء المفاجئة اللي ممكن تكون مرهقة أو تأخير أو تعطيل مسألة أو وعد من شخص بده يصرف عليك أو بده يرجع لك فلوسك أو مطالبات مالية تكون ضاغطة فبدك تنتبه ودير بالك من المصاريف الزيادة لأنه الوضع باب يساعد أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل في منك ورح يندمج أو ينشغل في مسائل إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والعمل وممكن ترويج العمل أو العمل اللي بيشتغلوا على مستوى بقالة أو محلات صغيرة يعني الأجواء بتدعمكم بشكل جيد خلال هذا اليوم إلا أنه شوي ممكن تضطر بعض المسائل اللي ممكن تستثيرك بعصبيتك أو تخليك تعصب وتحتد اضبط عصابك قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بتتركز الأمور على البيت وطبعا القمر بما أنه موجود في البيت الرابع بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم جنك تلطف الأجواء تفادي الأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولة ترتفع نسبة الحضوض بشكل كبير وخصوصا من الآن ولغاية انتقال القمر للبيت الخامس القوة بتصير أحسن وأفضل أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء صحيح أنه ضاغطة من القمر على المستوى العاطفي يعني ممكن مشاكل أو خلافات أو حدية بالطباع إلا أنه ممكن تسعد بلقاء الحبيب أو تواصل معه ممكن تنزعج من بعض الأمور العاطفية أو ممكن الغير أو الشك هي اللي تسيطر العلاقات الضعيفة عرضة للانفصال بالفترة هاي فعشان يكي حافظوا على علاقاتكم ممكن تنشط ببعض الأمور أو الحوارات أو النقاشات اللي بتتعلق بأحد الأبناء أو أحد الوالدين ما تعتمد على الحضوض كثير لحديث ما القمر يوصل للحمل بكون أفضل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواب تركز على أمور إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة اليوم عندكم إمكانيات لإنجاز كثير من الأعمال أو الالتزامات أو الارتباطات في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمكان العمل أو علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل الآن في البيت ممكن أنه أعمالهم المنزلية ينشطوا بنوع من أنواع التغيير أو إحداث تغيير على مستوى المنازل يعني أعمال منزلية تكون شوي بتطلب منك نوع من أنواع الجهد أهم شيء بالنسبة للوضع الصحي حافظوا على صحتكم صحيح الأجواء داعمة لإلكم بشكل قوي ولكن إن شعرت بشيء غير اعتيادي يعني حاول إنك أمنك تراقب أدويتك أو تستشير طبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعزز علاقتك بشكل قوي ما بينك وبين الشراكي أو بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج يعني بتحمل مناسبة أو لمة أو نقاش مثلا أهم شيء إنك ما تفتح نقاشات لأمور صعبة أو لأمور ممكن تثير حفيدتك أو حفيدت الشريك وتصير مشكلة صحيح أنت حساسيتك عالية وصحيح أنه ممكن يصير حدث شوي يزعجك ولكن بإمكانك تتجاوزها وخصوصا لو أجلتها لا يومين بتلاقي الأجواء انحلت تلقائيا بدون مشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فهو أنا بتتركز الأمور على مستوى الأموال المشتركة أو القضايا المالية أو سداد أو ترتيب وضع مالي معين ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض أو الديون أو البنوك أو الغرامات أو إيشي له علاقة بالتحويلات أو مثلا قضايا مالية أو ضريبة تأمين من هذا الأمور حاول تحافظ على أموالك بس من الصرقة وضيع الأجواء جيدة أنك تحل كثير من المسائل اللي إحنا ذكرناها إذا اهتمت فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الزهرة ما زالت موجودة في البيت التاسع وهي بتعزز من قدرتك على الاتصالات والحوارات والعلاقات الخارجية حتى على مستوى الجامعات والدراسة والامتحانات الأجواء قوية برضو بتساعدك ممكن تحصل على دعم أو وعد معين أو رغبة بسفر أو ثقافة أو دورة جديدة الأجواء ممتازة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا بتركز الأمور على بيت السمعة ما في أي تأثيرات للكواكب موجودة ولكن الأجواء داعمة وقوية يعني بمعنى آخر بتقدر تحافظ على سمعتك إن أنجزت أعمالك وخليت علاقتك جيدة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن الفترة هاي تساعدك بعلاقة أو معرفة أو ممكن تحاور مع شخصيات ممكن تكون شخصيات مهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ما زالت مبنية على بيت الصداقة فالشمس بتعزز نقاط لها علاقة بالصداقة والعلاقات وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تساعد بلقاء بعض الأصدقاء يعني بمعنى أن الأجواء داعمة وبقوة خلال الفترة هاي على العلاقات صحيح أنه ممكن تهتم أو تنشغل بمسألة بتتعلق بأحد الأصدقاء بشكل قوي ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما في أي تأثيرات قوية على بيت المتاعب يعني أهميش إنك تنجز أعمالك بوقتها تهتم بعملك ما تحاول تحمل أكثر من عمل في وقت واحد خلي علاقتك جيدة بزملائك أو رؤسائك بالعمل ومنك ممكن يهتم ببعض المسائل الصحية أهميش إنك تراقب غذائك وصحتك ممكن تحملك نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا اليوم النشاط عالي جدا والرغبة بالتنقلات والحوارات والاتصالات عالية وقوية مشحون بطاقة قوية جدا عندك رغبة لإيجاد كثير من الحلول أو يعني تجاوز كثير من الضغوطات بالفترة هاي الأجواء بتساعدك وبتدعمك برضو بقوة ونفسيتك أحسن وثقتك بنفسك أقوى أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال صحيح الأجواء لسه ما صارت بقوتها الكاملة يعني فيه نوع من أنواع الارتباك أو الالتزامات أو المصاريف ولكن أهم إشي إنك ما تبالغ بمصاريفك في منك رح يحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو الحقوق ولكن زي ما حكينا دير بالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت النظر أو الإعجاب أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الأجواء يعني شوي بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة في البيت يعني ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو الأحداث العائلية أو قلق على أحد أفراد العائلة ممكن تغييرات أو تصليحات تكون مربكة شوي أو مصاريف منزلية تكون عالية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فعشان هيك بتركز على نقاط تقارب جيدة ما بينك وبين الأحبة فممكن الفترة هاي يعني تعمل نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أو التفاهم ما بينك وبين الأحبة وممكن يكون لك تعاون مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو الاهتمام فيهم بشكل أكبر أو ممارسة هواية أو شيء أنت مبدع فيه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور العمل صحيح الأجواء مش ضاغطة بشكل كبير لأنه البيت السادس ما فيه تأثيرات للكواكب إلا أنه ممكن يعني تنزعج من خبر ما له علاقة بالعمل أو عمل يجي بغير وقت ومثلا يكون مطلوب منك وفيه منك رح يشعر ببعض التوعكات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي برضو ما فيه أي تأثير للكواكب وهي بتعطيك حافز قوي للمصالحة أو للتفاهم أو لأمور إلها علاقة بإعادة برمجة بعض الأمور اللي بتتطلب التواصل والتفاهم ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج الأجواء قوية وداعمة وحاسمة في نفس اللحظة أهم شيء أنه ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأمور الأموال المشتركة فالأجواء بتدعمك بقوة على مستوى تحصيل بعض الأموال أو بعض الصفقات أو مشروع جديد أو عرض جديد أو أمور إلها علاقة بأموال الغير أهم مش أنك ما بقت بادر بالفترة هاي بمغامرات مالية إلها علاقة بأموال الغير بدون دراسة المشروع أو حيثياته مكاسبه أرباحه بدون ما تضغط حالك بشكل واسع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل أو رغبة إلها علاقة باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو موضوع مقلق بتعلق بأحد الأفراد اللي خارج البلاد ممكن من الأقارب مقيم في دولة ثانية أو أجنبي اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة الأجواء بتساعدك بشكل جيد لتأدية الامتحانات والاتصالات والمناقشات ولكن بنصح أنه بعدم الاهتمام كثير بالحضوض يعني حاول أنك أنت مجهودك الشخصي الأجواء لسه ما أعطت الطاقة اللي نقول آه والله بالغ بالحضوض لا لا تبالغ بالحضوض يعني فيه نوع من أنواع الحذر أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة فمنقول لك هنا دير بالك من أي شيء ممكن يسيء لسمعتك دير بالك من المجازفات والمغامرات والمراهنات دير بالك من الاندفاع والتهور في بعض المواقن أو المواطن يعني حاول قدر الإمكان أنه تخلي علاقتك جيدة باللي حواليك وخصوصا زملائك ورؤسائك بالعمل ما فيه داعي للحدية ولا العصبية ولا للخلافات ولا تتدخل بشؤون الغير بالفترة هاي لأنه زي ما حكينا هذا بيت السمعة اللي ممكن في لحظة يا برفعك وبشهرك ويخليك تصير مشهور يا إما أنه بشوه سمعتك وبسوي أشياء مش مناسبة لأيلك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالأصدقاء الأجواء داعمة وقوية وبتعزز نقاط قوة إلها علاقة بالأصدقاء والعلاقات والاتصالات وفترة مناسبة للتواصل أو للقاء الأصدقاء أو للتحاور معهم أو للتعرف على صديق جديد أو معرفة جديدة ممكن تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقة مثلا بعزومة بدعوة بحفلة باحتفال بزيارة بمجاملة يعني الأجواء جيدة على مستوى المعارف والعلاقات الاجتماعية بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب بنقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول ما تراكم الأعمال أو تهملها ما تتأخر وتتغيب عن عملك إنجز أعمالك بوقتها حاول تهتم بالوضع الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة أو قلق من وضع مالي معين برج الدلو طبعا الأجواء جيدة وبتدعم بقوة اليوم النفسية أحسن وثقتك بالنفس أكثر اليوم الاهتمامة رح تتركز على أشياء لها علاقة إما بالمسائل المالية أو المسائل العائلية يعني بتدعمك على المسألتين شوي ممكن اليوم تكون نشاط أو هيكي مطمئن بالك أكثر أهم إيش أنك تركز وتعرف إيش بدك بالضبط عشان تعرف إيش تحصل بالضبط يعني ما تضيع وقتك بأشياء مش مهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اليوم ممكن تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر هاي الفترة مصاريف غير متوقعة أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا شوي العصبية رح تكون ظهرة أو الحدية بالطباع أو الاندفاع والتهور في بعض المسائل عشان هيك منقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة ركز أثناء تنقلاتك وحواراتك إذا كان عندك امتحان أو مقابل يبدأك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضود وفي منك رح يهتم بمسألة بتتعلق في أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء شوي بتركز على مسائل إلها علاقة في البيت اليوم ممكن تنجز أعمال منزلية أو اهتمامات عائلية أو أمور إلها علاقة بجمعة أو لمة أو حدث معين بتعلق بأحد أفراد العائلة يعني أهم شيء أنه بالفترة هاي ضبط الأعصاب مطلوب وبرضو في نفس اللحظة أمور إلها علاقة يعني بأشياء بتتعلق مثلا بأحداث عائلية تصليحات ترميمات مشتريات واجبات عائلية يعني فيها نوع من أنواع التركيز عليها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا الأجواء بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعاطفي الأجواء مش مناسبة كثير أو ممكن أنت تكون بعيدة عن الحبيب شوي خلال هذا النهار بسبب إنشغلات ثانية فعشان هيك يحاول أنه ما يصير سوء تفاهم خلي فيه نوع من أنواع تقارب أو التفقد على أساس أنه ما تحتد الأمور وما تكبر يعني ما فيه داعي للمشاكل وما فيه داعي تجيب لحالك وجع الراس أنت دخلت بمرحلة جديدة الآن دا أعملها إليك وقوية بدك تستغلها بكل جوانبها وتخلي كل الأمور يعني مترابطة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل ممكن تنهمك ببعض الأعمال أو تطوير عمل ما أو إنجاز بعض الأعمال بشكل قوي ولكن الأهم أنك تحافظ على وضعك الصحي ممكن يبادر بعض الأشخاص أو الزملاء بمساعدتك في مسألة ما يعني بمعنى آخر نوع من أنواع المبادرة أو الإنعاش لضغط معين أو مثلا إنجاز أعمال نيابة عنك أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالشراكة الأجواء جيدة وهي جيدة حتى للارتباط وجيدة أيضا لتوطيض علاقة مع الشريك أو مصالحة أو تراجع عن قرارات سابقة كانت ما بينك وبين الزوج يعني الأجواء مناسبة حتى للتقارب بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا أنا بشوف الأمور بتتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل المشترك فعشان يك منقول لك يعني دير بالك على الأموال المشتركة على القضايا القضائية الأمور اللي إلها علاقة بأموال غير الالتزامات مسائل الأرباح أو الغرامات بدك تنتبه من هاي الأمور بشكل قوي وما تدع فرصة لأي شخص إنه شكك في قدراتك أو بأمانتك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات أو السفر أو علاقتك مع الأجانب أو تواصلك مع الأجانب أو دعم من خارج البلاد أو مؤسسات الكبيرة أو شركات اللي بتبقى شركات دولية أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة بالطيران كلها هاي أمور قوية حتى على مستوى الامتحانات والمناقشات تدعمك بقوة حاول تستغل الفترة هاي لإثبات الذات والحضور بين المجتمع القوة اللي موجودة بالكوكب يعني بوجوده في بيتك التاسع للشمس يعني بتساعدك بقوة بتعطيك حضول عالية حاول إنك تستغلها بكل ما ذكرنا أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة بنقول لك يعني دير بالك لأنه عطارد موجود منتحس فعشان هيك دير بالك تشوه سمعتك دير بالك تجازف أو تغامر أو تدخل بأي شيء مشبوه يعني بمعنى آخر بدك تركز بقوة الفترة هاي حاول إنك ما تضغط حالك ما تضغط اللي حواليك حاول إنك ما تسبب أي خلافات أو نقاشات أو تخالف القوانين قدر الإمكان ضبط الأعصاب ومراقبة الإنفعالات مطلوب ما تتغيب عن عملك وما تعمل أي خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل صحيح الأجواء بالنسبة لوجود القمر في مكان مناسب لإلك ولكن برضو إحنا لابد أن ننبه على أمور السمعة بشكل كبير لأن الفترة هاي يا شهرة يا إم فضيحة احذر دير بالك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالأصدقاء فممكن إنه اليوم تهتم ببعض الأصدقاء أو الحوار معهم أو لقاءهم أو دعمهم ممكن شوي يعني تصير فيه زي دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو للتعامل معهم أو للحوار معهم الأجواء إيجابية برضو دعميتك بقوة خلال هاي الفترة فحاول إنك تستغلها أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الجدي وحكينا إنه الزوايا اللي بشكلها مع المريخ فعشان هيك منقول لك دير بالك إنجز أعمالك انتبه لصحتك ما تخلي التقلبات الصحية إنها تأثر عليك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برضو الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعزز من معنوياتكم من جديد وبتتحمس للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات تنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعادة لورش جديدة أو استعداد لورش جديدة أو استعادة لعمل أو ورش جديدة تعتبر من أفضل أيام الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هنا بدك تركز على المصاريف والدفعات بالفترة هاي رح تكثر ودير بالك من النصابين والمحتالين في الفترة هاي لأجواء داعمة وقوية على أمور إلها علاقة بتحصيل المال أو مردودات مالية أو من عمل إضافي ولكن المصاريف بالضاهي الداخل عليك فبدك تنتبه رتب أوضاعك المالية وما تهملها أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا أورانوس بعطيك اليوم قدرة عالية جدا على التحرك والاتصالات والمفاجآت بأحداث يعني ممكن تجبرك بالتنقل تجبلك بالتحرك أو باتصال أو تتفاجع من اتصال أو من خبر معين برضو في نفس اللحظة بعزز ثقتك بالنفس وقدرتك على التحليل بعطيك سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع والحوار في منك رح ينجح بعملية تسويق لعمل ما أو لسلع ما أو لترويج لشيء يعني ممكن يوصل المعلومة بسهولة من خلاله اللي عنده امتحان أو عنده دراسة بده يستعد بشكل جيد إلى أجواء داعمة ولكن الاستعداد مطلوب ممكن يكون لكم برضو تعاون مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط يعني مسألة عائلية أو ضغط عائلي أو سوء تفاهم أو مشاحنة أو خلاف أو شغلات لها علاقة بالبيت وممكن أعمال تتراكم لها علاقة بالبيت ترهقك فعشان هيك أركز بشكل جيد ويعتمد دائما الطريق الأسهل اللي هي الطريق الأقصر فحاول أنك أنت دائما اختصر بدون ما تكبر الخلافات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة أو بتقارب ما بينك وبين الحبيب اليوم الأجواء العاطفية جيدة وبالعكس اليوم فيه اهتمام منك أكبر أو اهتمام من الحبيب إلك أكثر ممكن اليوم تهتم بمسألة إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أو تنجز إشي إلو علاقة بهواية أو إلو علاقة بحرفة أو إلو علاقة حتى بالخيال ككتابة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالعمل صحيح أنه ممكن تنضغط في بعض المسائل أن العمل ما يمشي بالشكل اللي أنت بدك هي إلا أنه في حضوض بتدعم ممكن تتعزز لك بعض الأصدقاء أو بعض المعارف يساعدوك في إنجاز هاي الأعمال أهم إشي أنك تنتبه لوضعك الصحي ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط أو التقلب يعني بدها نوع من أنواع الرعاية ما فيه إشي بخوف طبعا ولكن الإهتمام مطلوب أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتركز الأمور على أمور الشراكة يعني حاولوا ما تدخلوا بخلافات أو نقاشات أو حدية بالطباع أثناء التعامل مع الشركاء أو تستاء من تصرفاته أو تتحسس من وضع ما إشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ابعد عن الخلافات والنقاشات والجدالات يعني ممكن تتراجع عن قرار بالفترة هاي أو حتى تتردد باتخاذ قرار حاسم أما بالنسبة للبيت الثامن فعطارد هنا يعني بيضغط على مسائل إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالتعطيل أمور سفر تعطيل دراسة تعطيل دورة تأجيل تأخير تراكمها ما تقدر تنجزها بالكامل يعني فيه عطل ما إلو علاقة بالبيت التاسع عشان هيك هذا بضعف التركيز ديروا بالك أثناء تنقلاتكم وديروا بالك أثناء حوراتكم برضو ديروا بالك إذا كان عندكم تحان أو مقابل أو مناقش خلال الفترة هاي لأن الأجواء ما رح تكون حليفة وقوية إلا إلك أما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا بتركز الأمور على مستوى السمعة الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال الفترة هاي وبتعزز نقاط قوة لتلميع للسمعة أو للشهرة حاول قدر الإمكان أنك تخلي علاقتك جيدة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول تضبط عصابك حتى لو شخص انتقدك الفترة هاي مش يعني ما تستجيب لأي كلام أو أي حوار ممكن يخلفك أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا الأجواء الشوي رح تعمل نوع من أنواع الضغط أو القلق أو التوتر أو الحدية العلاقة بأحد الأصدقاء ممكن تقلق من مسألة معينة أو من حوار أو من خلاف ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي أنك أنت تستفز بسهولة يعني حاول أنك يعني تشحن حالك بطاقة إيجابية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوة إلها علاقة بأمور على العمل يعني بتركز على العمل تقدر تنجز أعمال أو تهتم بعمل ما في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو المراجعة الطبيب أو اهتمام بأدوي ما أو تكرار أدوي أهم إش أنك ما تترك الوسواس والقلق أنه يسيطروا عليك يعني شوي الأجواب ما زالت فيها نوع من أنواع الضغوط ومرضو إشحن حالك بطاقة إيجابية عالية جدا ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة خلال هذا النهار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء